بحكي بالسورة الأقلام في مناطق سيطرة النظام لا تكتب إلا بحبره وعند شذوذ أي قلم تكون النهاية على نحو مأساوي وعلى نهج كم الأفواق منذ بداية نظام الأسد وحرية الإعلام والتعبير مصادرة لصالحهم لا شيء يخرج للناس إلا عن أخبارهم وأحوالهم وما يريدون الصحف السوري الموالي للأسد علي حسون قرر ترك مهنة الصحافة والإعلام بسبب تجاوزات النظام بحق الصحفيين وآخرها ما جرى لمراسل قوات النظام رئيس السلامة الذي سجنه الأمن الجنائي بدعوة إهانة وزير الصحة لدى النظام حسون شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأيام الخاصة ورئيس تحرير موقع هاشتاك سيريا الموالي وعمل لسنوات على تلميع صورة النظام الذي دفعه مؤخرا لهجر مهنة الصحافة شعور الخوف يبدو طبيعيا لدى الصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام بسبب الممارسات ضدهم حسون أعلن أنه بكامل الجبن والخوف اعتزل العمل الصحفي الذي وصفه بأنه أصبح ضربا من الجنون هذه هي الحالة الثانية من حالات اعتزال الصحفيين في مناطق النظام لأسباب تتعلق بالمخاطر الأمنية بعد قرار رئي في السلام اعتزال المهنة عقب تجربة السجن التي مر بها صحفي النظام تزداد حالات المضايقات بحقهم والتوقيف ومقاضاتهم بتهم مختلفة لأنهم أزعجوا وزيرا هنا أو صاحب نفوذ هناك أو انتقدوا أداء المسؤولين